أرزائي المشاهدين أهلا بكم ويوم جديد من أيام الريمونتادة طبعا خلاص يعني نفض المولد وانتهى الدوري الممتاز وخلاص زمال الكسب البطولة واللي هبط هبط والمربع الزهبي والفرق اللي كانت عايزة تقعد خلاص قعدت وانتهى الحديث عن الدوري اللي كان طويل جدا واخد مننا رقات ورقات دلوقتي بقى اللي بيشغل الناس دلوقتي حاجات موجودة على الساحة منها طبعا ملف المدرب الأجنبي الجديد للنادي الأهلي والنادي الأهلي هيتصرف إزاي وحيعمل إيه وبيفكر في إيه وطبعا غير بقى طبعا فترة الجاية حيبقى الكلام كله على الصفقات اللي حيبروهم عن نادي الأهلي وحيمين اللي ممكن ييجي ومين اللي حيزود النادي الأهلي فانيا خصوصا بعد خسارة النادي الأهلي لبطولات عديدة الموسم دوت ويبطولة الدوري كمان للا البطولة المفضلة لجمهور النادي الأهلي فطبعا كل دوت أكيد عامل لوت كتير من ضمن الحاجات طبعا اللي بتشغل الناس برضو اليومين دولار طبعا وموجودة ترند طبعا موضوع أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر وموضوع رحيله لقطر وهل حيمشي لا هل ممكن حيقعد نتكلم مع حضراتكم في الحاجات دي كلها خلينا نبدأ من النادي الأهلي وطبعا نادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم فقط اتنين دوري وأعتقد أن الناس موجودة شوية تحت ضغط لأن طبعا المستوى الفني اللي ظهر به النادي الأهلي السنادي أعتقد ده يعني مستوى ما يرضيش طموح جمهور النادي الأهلي ولا حتى مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا موسيماني كان موجود في فترة من الفترات يعني الرجل اشتغل كويس جابه تلتين في أفريقيا وكان يعني الفرقة كان برضو كان منظرها كويس وكان الفرقة فريق قوي ووصل لنهاية أفريقيا للموسم الثالث على التوالي ولكن حصل بقى شوية القلق اللي حصل والراجل ماشي وجي سوارش وطبعا يمكن سوارش ما قاعدش فترة كبيرة يمكن قاعد شهرين ما لعبش ماشرات كتيرة والظروف اللي تحط فيها كمان كانت ظروف في منتهى الصعوبة خصوصا أنه هو ما كانش يعني يلاقي تيم كامل أنه هو يلعب بيه علشان يعني الراجل يبين إمكانياته كمدرب طبعا كانت الصفقة من البداية كان فيها قلق كتير من جمهور النادي الأهلي على أساس يعني الاسم ما كانش كبير قوي والنادي الأهلي دايما متعودة ما بيجي مدربين بيجي مدربين بيبقى فيه رضا عنها يعني جماهيريا بيبقى فيه رضا عنه إيه السبب الله أعلم يمكن كان دي الوقت يمكن كان برضو رحيل موسيماني ما كانش متوقع في الفترة دي ممكن تكون الأمور المادية لعبة دور برضو إن احنا ما كناش عايزين مثلا الفترة دي نحنا نجيب مدرب إنه هو يقعد مثلا ويكلف النادي كتير ولكن في الأول وفي الآخر الأمور ما مشيتش كويس داخل النادي خصوصا كمان طبعا مع تلاحم مواسم ومتشاط كتير ولعبة بتلعب في النادي الأهلي وفي بطولات كتير ومع منتخب مصر فطبعا نال منها الإجهاد ورغم إن الإجهاد برضو يعني برضو ما بنحبش إن احنا نعلق برضو عليها كتير ولكن الجمهور زعلان النادي الأهلي لما مثلا يخسر السوبر المصري مثلا من طلع الجيش لا الجمهور أكيد يزع لما يخسر الدوري يزع لما يخسر الكاس يزع لما يخسر بطولة أفريقية يزع والنادي الأهلي مش معودنا إنه هو يخسر كم الكبير من البطولات ده وعلشان كده الأمور طبعا على قدم وصق داخل النادي الأهلي والأمور يعني طبعا ماشية يعني حسب ما احنا شايفين بسرية تم في البحث عن مدير فني أجنبي للفريق الأول اللي هيقود المرحلة اللي جاية لأنه زي ما بنقول المرحلة اللي جاية هتبقى مهمة جدا 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 سواء من استقدام مدير فني أو من صفقات هيسعى طبعا أكيد النادي الأهلي الأهلي اللي جاية إنه هو يخلص طبعا كلام كتير ونسمعنا عن كارلوس كيروش وتفاوض النادي الأهلي مع كارلوس كيروش ووحيد خليلو زيتشير المدير الفني البوسني السابق للمنتخب المغربي وبرضو في نفس الوقت عن بيدرو مارتينيز مدرب أولمبياكوس اليوناني السابق أسماء كتير على الطولة ولكن في الآخر مين اللي هينفع مين اللي مش هينفع سمعنا عن بيلسا برضو المدير الفني الأرجنتيني اللي كان يدرب ليتز الموسم السابق وطبعا الناس بتتكلم فيه إنه هو راجل أكاديمي برضو بيلسا وإنه هو ممكن يغير الشكل ونستني ضد برضو المواضيع ديت على أساس إنه هو نجاحاته مش كبيرة قوي وإنه حتة إنه هو راجل أكاديمي أو إنه هو راجل مثلا نجوم كبيرة التلميذة تحت إيده زيدانا ما قالك يعني أنا تعلمت منه جورديولا ما بيعتبره إنه هو الملهم بتاعه فيه ناس كتير يعني بتاكل من الكلام دوت وبتبقى راضيابيه وتحب إنها تسمعه وفيه كلام ناس تانية ما بحبش تسمع الكلام دوت وما بيأكلوش منه يقولك إحنا دور على الإنجازات دور على الشكل فيه حاجة تانية من ضمن الحاجات اللي نجلس دارة الأهلي دايما بحب إنه هو يفضلها إن مثلا المدير الفني بيبقى يعني على دراية كبيرة برضو بالقارة الأفريقية بالتدريب في أفريقيا خصوصا إن الموضوع برضو بيبقى مختلف تماما يعني اللي على دراية بالكرة العربية أو الكرة الأفريقية بيبقى فاهم إن الأجواء عاملة إزاي بيكون التعود عليها عكس ما أنت بتبقى مثلا حياتك كلها مقضية في ربا وبعد كده بيكون أول تجربة ليك أو مثلا في أمريكا اللاتينية وطبعا يعني الأوضاع بتبقى مغيرة تماما فطبعا على طول اجتماعات شغالة ما بين كابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط كابتن زكريا وكابتن محسن وطبعا كابتن حسام غالي برضو اللي هو سافر ألمانيا برضو يعني لاتفاق على معسكر الجديد للنادي الأهلي وحتبقى فرصة كمان أن هو ممكن يقعد برضو مع بعض المدربين وياخد قراءهم يعني الموضوع اللي عجبني في النادي الأهلي المرة دي أنه ما فيش تصرع ولازم الأمور يبقى فيها هدوء بطريقة كبيرة لأن موضوع السوارش كان فيه تصرع يعني كان فيه تصرع فيه الاختيار وكان فيه استحجال جامد لأن ما كانش هو ده المدرب اللي يرضي طموح جماهير النادي الأهلي رغم أن احنا حنتكلم ودايما أنا بحب أدي الراجل ده حقه أنه الراجل ما أخدش فرصته الراجل يعتبر من أسرع المدربين اللي جم ورحله من النادي الأهلي خصوصا أنه هو كان مدرب يعني الراجل كان مفروض قاعد ومكمل سنتين ولكن هو ما كانش مدرب مؤقت عشان يجي يقعد الشهرين ويمشي خصوصا كمان أن كابتن خطيب قال وطلع بنفسه واتكلم وقال لك كل الدعم للراجل وأنا أبعف الراجل يعني من النتائج لحد نهاية الموسم بعد إصابات كتيرة للعيبة وبعد كده اللعيبة اللي مش مصابة خد اطراحات ومجموعة كبيرة من النشئين كملت بيهم الدوري فطبعا الراجل حب كابتن خطيب يرفع عن الراجل الضغوطات وقال أنا عفيته من النتائج لحد نهاية الموسم وطبعا دوت اللي إدى انطباع أن الراجل مكمل والراجل قاعد ولكن يمكن الكلام اختلف وعلى فكرة يعني في النقطة دي هو مش عيب خالص إن الكابتن خطيب كان قال حاجة وإن الحاجة دي بعد كده تتغير لإن أهم حاجة في الموضوع ده المصلحة العامة خصوصا إن انت مسؤول عن نادي كبير ورئيس نادي كبير زي النادي لالة وراء جماهير بالملايين ملايين